الآن إلى تطورات الحرب في أوكرانيا حيث أعلن مركز الاتصالات الاستراتيجية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية أعلن وقوع 16 انفجارا قرب مطار مدينة بيلجرود الروسية إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عما قالت إنها خسائر قتالية تكبدها الجيش الروسي منذ بدء الحرب إلى غاية اليوم وتنوعت بين خسائر في الجنود والنظمة الدفاعية والمعدات العسكرية والخاصة إلى داخل روسيا تتمدد رقعة الحرب مركز الاتصالات الاستراتيجية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية أعلن قصف 16 موقعا قرب مطار مدينة بيلجرود الروسية أما في ساحة المعركة داخل أراضي أوكرانيا فتتواصل معارك الاسترداد على جبهات عدة خلال الساعات الأخيرة كثفت القوات الأوكرانية هجمتها في محاولة لإيجاد موطئ قدم في مناطق دونيتسك وخيرسون وميكولايف في وقت قالت وزارة الدفاع الروسية إنها تصدت لتلك الهجمات وكبدت التقدم الأوكراني خسائر فادحة رغم استخدامه صواريخ هيمارس بعيدة المدى التي قدمتها الولايات المتحدة لكييف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وصلت القوات المسلحة الروسية قصفها بصواريخ بعيدة المدى علية الدقة على مرافق القيادة والسيطرة التابعة للجيش الأوكراني وكذلك مرافق الطاقة وفق المعطيات الميدانية لا يزال الوضع العسكري قرب بخموت هو الأصعب حاليا في شرق أوكرانيا بحسب ما أكد الرئيس فلودمير زيلنسكي على الرغم من حفاظ القوات الأوكرانية على مواقعها في مواجهة القصف والتقدم المستمرين للقوات الموالية لروسيا نحو المدينة أما في مناطق متفرقة فأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل عشرة مدنيين وإصابة آخرين بجروح جراء القصف الروسي على مناطق سكنية في المقابل أعلنت الدفاع الأوكرانية عما قالت إنها خسائر في صفوف القوات الروسية منذ بدء الحرب إلى اليوم أبرزها قتل 65 ألف جنديين واستهداف 1589 نظاما دفاعيا وتدمير مئات صواريخ كروز وكذلك تدمير عشرات الطائرات والأنظمة المضادة لها وقصف 16 سفينة حربية وقاربا وغيرها من المعدات الخاصة وهي تعبر شهرها الثامن تزداد ساحة الحرب في أوكرانيا سخونة أكثر من يومها الأول في ظل غياب حلول ديبلوماسية جادة تحقن دماء الطرفين وتوقف تداعياتها التي تخطت حدود أوروبا إلى باقي دول العالم وللمزيد ينضم إلي من كيف مراسلنا محمد زاوي إذن محمد استمرار العمليات العسكرية الأوكرانية في مناطق الشرق وأيضا الذهاب الآن باتجاه خرسون ضعنا في جملة هذه التطورات العسكرية الميدانية زاهر فعليا لدينا الآن نقطتين بارزتين في إطارة تطورات الميدانية جبهة خرسون وكذلك جبهة دونيسك وبالضبط جبهة بخموت إذا تحدثنا عن ما يدور في بخموت جميع التقارير العسكرية وحتى التصريحات السابقة للرئيس الأوكراني تصف الوضع هناك بأنه معقد في ظل ربما التقدم الروسي وإن وصف بأنه طفيف في عدد طبعا من المحاور من أجل السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية ومن المعروف طبعا بأن القوات الروسية تسعى منذ شهر أغسطس الماضي إلى السيطرة على مدينة بخموت ومنها ربما توجه إلى باقي المدن الكبرى سواء سلافيانس أو كراماتوركس تتعرض المدينة على مدار الأيام الأخيرة والساعات القليلة الماضية إلى قصف روسي مكثف وفق ما قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية الجانب الأوكراني يقول بأن الجيش صامد يخوض معارك وإن كانت صعبة فإنه ما زال يحافظ على أماكنه ويسيطر على المدينة ومحيطها طبعا من المعروف أيضا بأن القوات الروسية دفعت بمجموعات فاغنر خلال الأيام الأخيرة من أجل السيطرة على هذه المدينة تقول تقارير عسكرية أوكرانية بأن هؤلاء المقاتلون ومن أجل السعي إلى إثبات قدراتهم أمام القيادة الروسية يقاتلون بعنف من أجل دخول هذه المدينة الأمر مختلف تماما ربما في جبهة خرسون بيان المساء اليوم لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قال بأن القوات الروسية أو السلطات الروسية في هذه المدينة التي أعلنت روسيا ضمها أعلنت عملية إخلاء من تلك المنطقة في ظل التقدم الأوكراني المتسارح خلال الساعات الماضية قال الجيش الأوكراني بأنه وجه مجموعة ميناء الغارات والضربات الجوية إلى مواقع تواجد القوات الروسية ومخازن الأسلحة سواء في مدينة نوفاكا خوفكا التابعة لخرسون أو المدينة الرئيسية في خرسون الجانب الأوكراني مازال يسجل تقدم ونذكر بأنه خلال الأسبوعين الماضيين نحو ثلاثين بلدة عاد الجيش الأوكراني السيطرة عليها ربما هذين أبرز جبهتين طبعا في غضون كل هذا القصف ما زال يتجدد على العديد من المناطق الأوكرانية خاصة في الشرق والجنوب من ميكولايف زابروجيا إلى خاركيف وكذلك دونيسك زاهر شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة محمد الزاوي مراسلنا في كييف وأرحب أيضا بضيفتي من موسكو إلينا سوبونينا مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط في معهد الدراسات الاستراتيجية أهلا بك سيد سوبونينا 16 انفجارا وأحد عشر شخصا قتلوا أيضا في هجوم منذ يومين حريق في مستودعات النفط كلها في مدينة أو في منطقة بيلغرود الروسية على ما يبدو أن أوكرانيا تنتقم الآن من روسيا بعد ضمها الأقاليم الأربعة في الشرق مساء الخير ما حدث في منطقة بيلغرود في روسيا يمكن ليس له أي علاقة مباشرة بالأعمال التخريبية من قبل أوكرانيا لأن هناك من يقول بأن هذا الهجوم في داخل موقع تدريب المتطوعين كان من قبل المتطرفين التابعين للدولة الإسلامية المحظورة في روسيا نعم هذا يصير أيضا تساؤلات كيف حصل هؤلاء على الأسلحة كيف أصلا تم تجنيدهم كمتطوعين وماذا عن انفجارات اليوم 16 انفجار سجلت في ذات المنطقة هذا ليس أول مرة تتعرض هذه المنطقة للقصف من قبل أوكرانيين هذا صحيح وحتى أكثر من ذلك هم نجحوا في وضع بعد الألغام في هذه المنطقة يعني في داخل أوكرانيا فهناك كما يبدو فصائل تخريبية من قبل أوكرانيا بدأت تعمل في العمق الروسي وهذا مزعج بصراحة ولكن روسيا ترد يوميا القصف من قبل روسيا هو دقيق وشديد ويومي أنا أعرف أن هذا القصف سيستمر لأنه هدف روسيا هو تدمير البنية التحتية الأوكرانية محطات كحربة طرق وجسور لكن الحديث عن تدمير البنية التحتية الحديث عن الهجمات سيدة سبونينا يعني أننا أمام حرب مفتوحة بعكس ما أعلن الرئيس الروسي على أنها عملية عسكرية محدودة الأهداف على ما يبدو أن بوتين صعد إلى الشجرة ولا يستطيع النزول عنها نزول بوتين من الشجرة فليس من السابق الحديث حول هذا الشيء فعلينا أن نكون واقعيا روسيا ضمت 20% تقريبا أو تقريبا 16% من الأراضي الأوكرانية فهي أوكرانيا التي تراجعت في هذه الأزمة ولكنني أتفق معكم أن هذه العملية رغم أنها تسمى ما زالت العملية العسكرية الخاصة لا تشبه الآن بأساليبها هذه العملية فمن يقترح الآن تحول هذه العملية إلى عملية مكافحة الإرهاب لأن بوتين أكثر من مرة تهم أكورانيين بالقيام بعمال إرهابية وعلى سبيل المثال تفجير جسر القرم هو إثبات لذلك فأنا أتوقع أن هناك لابد من الهجوم المضادة الواسع من قبل روسيا في أوكرانيا بعد هذا القصف المتتالي وأنا أيضا أقترح أن ننظر بدقة إلى ما يحدث في روسيا البيضاء في بيلاروسيا الدولة الشريكة مع روسيا هناك الآن مئات ضباط روس وجنود قد وصلوا ويمكن عددهم سيزيد إلى بضعة ألاف التفسير الرسمي أن هذا لحماية الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا لكن بالتأكيد ليس فقط لحماية الحدود هي جبهة أخرى تفتح ضد كيف من قبل روسيا وحليفتها بيلاروسيا شكرا جزيلا لك إلينا سوبونينا كنت معنا من موسكو ترجمة نانسي قنقر banks is mydate